أكد البرلمان العربي أن استمرار العدوان والحصار الجائر على قطاع غزة بهدف إلى تدمير هوية وكيان الشعب بأكمله جاء ذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين اليوم الأرض الفلسطينية التي تأتي في ثلاثين من مارس من كل عام حيث أشار البرلمان العربي إلى أن هذه الذكرى تأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر ماضي لحرب إبادة جماعية وتهجير قصرية وترتكب ضده مجازر وجرائم حرب راح ضحيتها ألاف الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء كما أدان الفرلمان العربي كافة السياسات الاستطانية التي ينفذها كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية وتؤكد بطلانة وعدم شرعية جميع أشكال الاستطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس ترجمة نانسي قنقر